قتل 21 شخصاً على الأقل وأصيب 13 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في ساحة التحرير بالعاصمة السورية دمشق وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن سيارة ملغومة من بين ثلاثة انفجرت في الهجوم الأكبر على العاصمة السورية منذ سلسلة هجمات انتحارية في مارس ولم تعلن أي وجهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم ذكر التلفزيون السوري أن الحادثة تسببت في مقتل سبعة أشخاص فقط